موسيقى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة سلاسة أشهر جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة شهدت فعاليات اطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد عرض فيلم تسجيلي حول الصناعة وتطرق الفيلم عن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمية ثم الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 192 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاق المبادرة في الثالث عشر من يوليو 2021 وحتى اليوم بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضا وراثيا لدى الأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن هناك تكلفات لقيادات ومسؤول الوزارة بالقيام بجولات تفقدية بمواقع المشروعات التي يتم تنفيذها وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذي ودفع العمل بهذه المشروعات وتزليل أي عقبات وحل أي مشكلات تطرى وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار قام مسؤول الوزارة بجولة في عدد من مشروعات مدن العشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تحظى بمتابعة مستمرة من مسؤول الوزارة بهدف الالتزام بمواعيد تنفيذ الوحدات وكذا جودة التنفيذ وتوافر الخدمات المختلفة للمستفيدين من هذه الوحدات كما تتم متابعة موقف مشروعات المرافق المختلفة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر يوم الحادي عشر من نوفمبر المؤتمر السابع والعشرين لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي في شرم الشيخ بمصر وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه خلال المؤتمر سيقوم بايدن بتطوير الجهود الملموسة للولايات المتحدة التي اتخذت من أجل تفعيل محاربة التغير المناخي العالمية ومساعدة الأكثر عرضة للخطر في التصدي لتأسير التغيرات المناخية وسيركز على ضرورة أن يتخذ خطوات في هذا العقد الحاسم توي جناد الأهل بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين وواجه الزمالك نظيره الأهل باستاذ هزاع بن زايد في الإمارات انتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف البرازيلي برونو سافيو وفي الشوط الثاني أحرز كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والتسعين بعد أن ترجم عرضية طاهر محمد طاهر وبهذا التتويج حقق الأهل لقبه الثاني عشر في البطولة اشتركوا في القناة